أهلاً منكم مشاهدين مرة تانية وجد الوقت معاية فقرة التقس هيئة الأصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة التقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وهيكون حر الرطب على السواحل الشمالية وهيكون فيه نشاط لرياح على بعض مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة لتفاصيل أكثر عن حالة التقس النهاردة معنا دكتور منار غانم عضو المركز الأعلامي لهيئة الأصاد الجوية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ليندا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلاً بيك أهلاً بيك يا دكتور بداية ايه أبرز الزوهر الجوية الموجودة معنا النهاردة يمكن احنا ارتفاع نساء بالرطوبة مع طبعاً في الجو واللي بتأدي المزيدنا للاحساس بارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي وكمان هدوء سرعات رياح ده بيأدل تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحنا الشمالية مدن القناة الشبورة المائية دي بتأدل انصفات الرؤية الأفقية على أغلب الطرق عشان كده احنا دايما بننصح السادق قائد المركبات والمسافرين على طرق القيادة بجدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور مع التكون الشبورة المائية بيكون في الساعات المتأخرة من الليل وبيستمر حتى السطوع أشعة الشمسية تقريباً على الساعة السادسة صباحاً بتبدأ رؤية حسن معها على أغلب الطرق كان احنا كمان بننكلم اليوم ان مستمر طبعاً ارتفاع نسب رطوبة والإحساس الكبير بارتفاع درجات الحرارة يعني مستمر معنا الأجواء شديدة الحرارة الراتبة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية فيما عدا السواحل الشمالية ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط الأجواء بتكون عليها أجواء حرة راتبة خلال فترات النهار خلال فترات الليل هنحس بنسب رطوبة العالي خاصة أن فيه دوق في سرعات رياح فبالتالي هنحس بارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية إن شاء الله متوقع غدا نتحول من الأجواء الشديدة الحرارة الراتبة إلى الأجواء الحرارة الراتبة لكن إنخفاض هيكون طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجة لكن إن شاء الله هيكون فيه نشاط الرياح على أغلب المناطق المقابلة للنخفاضات دي يا دكتر هتشمل أنهي محافظات يمكنها تشمل أغلب مناطق الجمهورية يمكن القاهرة الكبرى هتكون 35 درجة مقوية متوقعة تكون 35 درجة مقوية أيضا المناطق الموجودة في شمال والجنوب السعيد لكن هيكون فيه نشاط رياحة ولا هيخده نحس بالانخفاض في درجات الحرارة إن شاء الله متوقع يكون فيه نشاط رياح هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة خلاصة انتطرات المساء وفترات الليل فبالتالي هنحس معاه بانخفاض درجات الحرارة يعني هو على مدار هذا الإسبوع هيكون متوسط درجات الحرارة ما بين ال36 وال35 درجة مقوية مهم جدا ننسح السادة المواطنين أن نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الزهيرة لأن التعرض المباشر لأشعة الشمس هيزود إحساسنا أكتر بارتفاع ضربات الحرارة هيسيبنا لقدر الله ضربات الشمس والإجهاد الحراري مهم جدا من الساعة 12 الدولة للساعة 4 العصر نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس شكرا يا دكتر مشاهدين كانت معنا دكتر مناور غانم عضو المركز الأعلامي لهيئة الأصاد الجوية بالوقت يا مشاهدين خلونا نتعرف على درجات الخرارة المتوقعة والبداية هتكون من القاهرة بتسجل العظمة في القاهرة 36 والصغرة بتسجل 25 الإسكندرية العظمة 32 والصغرة بتسجل 24 مرسى مطروح العظمة 32 والصغرة 22 سيوى العظمة 37 والصغرة بتسجل 22 فورسعيد العظمة 32 والصغرة 25 ضمياط العظمة 35 والصغرة بتسجل 25 الإسماعية العظمة 37 والصغرة 23 السويس العظمة 36 والصغرة بتسجل 23 هنروح للعريش العظمى فيها 33 والصغرى بتسجل 24 طابة العظمى 37 والصغرى بتسجل 27 سان كاترين العظمى 33 والصغرى بتسجل 19 شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى بتسجل 29 الغرداء العظمى 39 والصغرى بتسجل 28 الفيوم العظمى 37 والصغرى بتسجل 24 بني سويف العظمى 37 والصغرى 24 المينيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 24 هنروح لأسيوت العظمى فيها 39 والصغرى 24 سهاج العظمى 40 والصغرى 25 قناء العظمى 41 والصغرى بتسجل 25 نقص للعظمى 42 والصغرى 26 أسوان والوادي الجديد بيسجلوا أعلى عظمى النهاردة وهي 43 الصغرى في أسوان بتسجل 28 وفي الوادي الجديد بتسجل 22 شلاتين العظمى 39 والصغرى بتسجل 26 وأخيراً حليب العظمى 34 والصغرى بتسجل 26 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع للشازلي وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إليكم شكراً لك يا أمر